اجتماع جديد للطاولة السوداسية اكبر ائتلاف معارض في تركيا قادة ستة احزاب معارضة يجتمعون للمرة الحادية عشر تحضيرا للانتخابات القادمة بيان المعارضة بعد الاجتماع اكد ان ترشح اردوغان لمنصب الرئيس للمرة الثالثة مخالف للدستور ما لم يحظى بموافقة البرلمان رغم تأكيد مؤيدي الائتلاف الحاكم ان احزاب المعارضة تنشغل بقضايا كشرعية انتخاب اردوغان والمرحلة الانتقالية والتحول الى النظام البرلماني لعجزها عن اختيار مرشح مشترك ترى اوساط المعارضة ان الطاولة السوداسية انما تعمل على تحديد معايير واضحة ومحددة للرئيس مع صلاحيات تعزز التجربة الديمقراطية دون وجود خلاف حول شخصية المرشح المحتمل لمنافسة اردوغان الطاولة السوداسية في حال سيكون لهم مرشح سيكون هناك امور عديدة للنقاش منها مرشح الرئاسة ونائبه وكيف ستدار هذه الفترة يعني كيف ستشكل التحالفات للأحزاب او وضعها بعد الانتخابات يجب ان تتوضح تلك الامور المرشح المشترك للمعارضة هو الملف الخلافي الابرز ولا توافق حتى الان على شخصية المرشح لكن البيانة اشار الى انهم توصلوا الى اتفاق حول خطة العمل في المرحلة الانتقالية قبل التحول الى النظام البرلماني اذا فازت المعارضة بالانتخابات النقطة المهمة بالنسبة للمعارضة هي انشاء آلية لاختيار مرشح مشترك هذا الذي يقومون به بعد هذه الخطوة سيقومون بالتحضير للنظام البرلماني وبعدها يمكن حينها اختيار المرشح للرئاسة ونائب الرئيس وفق مصادر مطلعة فان خيارات عدة يناقشها قادة الاحزاب الستة حاليا من بينها ان يكون للرئيس خمسة نواب هم بقية قادة الاحزاب في الطاولة السداسية وطرح اخر يقترح ان يكون الرئيس من حزب الشعب ونائبه من حزب الخير وبقية الاحزاب يكون لها وزارات في الحكومة اسابيع قليلة فقط للانتخابات وقضية مرشح المعارضة ما زالت تشغل الشارع وفي رأي كثيرين ان تأخر المعارضة اكثر او فشلها في اختيار مرشح مشترك انما يصب في مصلحة حملة اردوغان الانتخابية لتماسك معسكره في مقابل عدم الاتفاق في المعسكر الاخر زيدان زنجلو العربية اسطنبول